الرئيس السيسي يتابع جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهايدروجين الأخضر ويؤكد أن التحول للطاقة المستدامة يعكس اهتمام مصر بالتنمية الشاملة استشهاد وإصابة العشرات جراء غارات مكثفة على غزة وحماس ترجح مقتلى خمسة من المحتجزين الإسرائيليين جراء العدوان جوتيريش يعلن مقتلى 136 موظفا أمميا في قطاع غزة ويؤكد أنه أمر غير مسبوق في تاريخ الأمم المتحدة أتسع مساء بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن التحول للطاقة المستدامة يعد أحد أهم العناصر الأساسية لرؤية مصر 2030 ويعكس اهتمام مصر بالتنمية الشاملة فضلا عن عوائد الاقتصادية التي تمثل إضافة حقيقية للتنمية الوطنية جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي لبحث جهود الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على جهود الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر حيث تم استعراض سيناريوهات انتاج الهيدروجين ومحاور خطة العمل خلال المرحلة المقبلة على المستويين التنفيذي والتشريعي وإجراءات بناء القدرات الوطنية وأضاف المتحدث الرسمي أن الاستراتيجية تستهدف أن تصبح مصر إحدى الدول الرائدة في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون على مستوى العالم وهو ما سيتيح توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الدخل القومي خلال الأعوام المقبلة فضلا عن تعزيز خفض الانبعاثات بما يتفق مع الجهود الوطنية لحماية البيئة وقد تناول الاجتماع في هذا الصدد المشروعات المقرر إطلاقها في المرحلة المقبلة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية والدور الذي ستقوم به الدولة لخفض تكلفة انتاج الهيدروجين فضلا عن السيناريوهات المستهدفة لتخفيض واردات مصر من المواد البترولية وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد ببدء الحكومة في تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها وتوفير البنية التحتية اللازمة لها مؤكدا أن التحول للطاقة المستدامة يعد أحد العناصر الأساسية لرؤية مصر 2030 ويعكس اهتمام مصر بالتنمية الشاملة فضلا عن عوائده الاقتصادية التي تمثل إضافة حقيقية للتنمية الوطنية بعث رئيس عبد الفتاح السيسي ببرقيات تهناء إلى أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء دول العالم التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد وقد أعرب السيد الرئيس في برقياته للقادة والزعماء عن أصدق تهنه وأصيب تمنيته بهذه المناسبة الطيبة متمنيا لهم عيدا سعيدا مباركا وعاما جديدا يحمل الخير والرخاء والسلام لشعبهم الصديقة وجميع شعوب العالم تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من غزالي عثماني رئيس جزر القمر الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي توجه خلاله بالتهنئة لرئيس السيسي على إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة مؤكدا اعتزز جزر القمر بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين وأكد متحدث الرئاسة أن رئيس السيسي ثمن الاتصال من رئيس جزر القمر مؤكدا حرص مصر على استمرار وتطوير مسيرة التعاون بين البلدين الشقيقين وتشاور وتنسق مستمر بينهما لما يحقق مصالح الدولتين والقرى الإفريقية تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي توجه بالتهنئة إلى رئيس السيسي على الفوز في الانتخابة الرئاسية الأخيرة وإعادة انتخاب سيادته رئيسا لمصر من جانبه سمن الرئيس السيسي هذه اللفتة المقدرة كما تطرق الاتصال بين الجانبين إلى التباحث حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة فضلا عن متابعة النقاش حول مسار القضايا العالقة بين البلدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تواصل القوات الإسرائيلية شن غارات مكثفة على أنحاء المتفرقة من قطاع غزة وذلك في اليوم 78 للعدوان المتواصل على القطاع ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات واستهدفت الغارات منازل المواطنين في مخيمي البريج وجباليا في وسط وشمال القطاع كما شهدت المناطق الشرقية لدير البلح ومخيم النصيرات غارات مكثفة وكذلك في مدينة غزة وشمالها وقصف طيران الاحتلال الإسرائيلية المناطق الشرقية لمدينة خان يونس فالوقت الذي لا تزال فيه دبابات الاحتلال تحاصرها وتمنع وصول سيارات الإسعاف للجرحة أو انتشال الجثمين قصف مستمر على غزة اعتقالات واقتحامات في الضفة هذا ما تعيشه الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ ثلاثة أشهر ففي مخيم النصيرات وسط القطاع استشهد عشرات الفلسطينيين في قصف نفذته طائرات حربية إسرائيلية كذلك شمل القصف محيط مستشفى الناصر بمدينة خان يونس جنوبي القطاع أما في الشمال وتحديدا في بلدة جبلية فقد دمرت غارة نفذها الطيران محطة لتحلية المياه وفي غضون ذلك أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تعتقل ثمانية من تواقمها من مركز إسعاف شمال غزة فضلا عن تدمير مركبات الإسعاف وجزء من المبنى الإداري للمركز فيما تواصل تلك القوات منع تواقم الإسعاف في مناطق متفرقة بمدينة غزة من الوصول إلى جثامين الشهداء والمصابين وفي أحدث إشارات إلى توسيع الاكتياح البري للقطاع طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان عدد من المناطق وسط غزة بالإخلاء والتوجه جنوباً حيث وجد ألاف الفلسطينيين أنفسهم مضطرين مرة أخرى للنزوح خلال الحرب التي جعلت قطاع غزة ما كان ينعدم فيه الأمن وتستحيل فيه الحياة ناهيك عن استشهاد أكثر من عشرين ألفاً منذ السابع من أكتوبر الماضي وفي الضفة الغربية بداية من جنين ونبلس وبيت لحم وصولاً للخليل اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي البلدات في وقت انقطاع الطيار القهربائي عن مخيم جنين وعدة أحياء في المدينة حيث دارت مواجهات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي أكد مدير شؤون الأونروا في غزة توماس وعيت أنه لا يوجد مكان آمن في غزة بعد أن أمر الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء جديد وفي منشور لهوة على موقع التواصل الاجتماعي إكس قال وعيت أن الناس في غزة بشر وليسوا قطعاً على رقعة شطرنج مضيفاً أنه تم تهجير الكثير منهم عدة مرات وبحسب الأونروا فإن أمر الإخلاء الأخير يشمل أكثر من 150 ألف شخص كانت قوات الاحتلال قد أصدرت أمس أمراً جديداً لسكان منطقة تنين في وسط قطع غزة بالانتقال إلى دير البلح جنوباً هذا وافدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونساف بأن أكثر من 80% من الأطفال في قطع غزة يعانون من فقر غذائي حاد وتشير تقديرات المنظمة إلى أن الأسبوع القادمة ستشهد معناة ما لا يقل عن 10 ألف طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية والذي سيشهد أو سيهدد حياتهم لفتاً إلى أن جميع الأطفال لدون الخامسة في قطع غزة وعددهم 335 ألف طفل معرضون وبشدة لخطر سوء التغذية الحاد والوفاء إلى ذلك تخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات مع القوات الإسرائيلية المتوغلة في محاور عدة في قطع غزة أعلنت الفصائل وتمكنها من قتل جميع أفراد أربعة سيارات جب إسرائيلية في كمين محكم بمنطقة جوحر الديك شرق المنطقة الوسطى من قطع غزة موضحة أن الاستهداف تم عبر تفجير حقل عبوات مضادة للأفراد والدروع كما تم تدمير ذببة إسرائيلية أسرعت إلى المكان بقظيفة وتم استهدف قوات جاءت للنجدى والإخلاء بالمنطقة التي تم استهدف جنود الاحتلال الإسرائيلي فيها وضفت طالف صأله أن طائرات وسيارات الإسعاف الإسرائيلية شهدت وهي تنقل القتلى من المكان كما أعلنت الفصال الفلسطينية فقد الاتصال بمجموعة تابعة لها مسؤولة عن خمسة من الأسرى الإسرائيليين وهو ما يرجح مقتلهم نتيجة للقصف الإسرائيلي المتواصل على قطع غزة في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل خمسة من الضباط وجنود الاحتلال وإصابة خمسة آخرين بإصابات خطيرة في معارك بجنوب وشمال قطع غزة كما أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 24 عسكريا في معارك في قطع غزة في ساعات الأربع والعشرين الأخيرة وإصابة عشر منهم كانت خطيرة أكد جيش الاحتلال ارتفاع عدد قتلى منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 477 من بينهم 148 قتيلا منذ بدء العملية البرية في غزة في 27 أكتوبر كما أعلن الجيش ارتفاع عدد المصابين العسكريين إلى أكثر من نحو 960 من بينهم نحو 200 إصابتهم خطيرة هذا ويعيش الدخل الإسرائيلي حالة من عدم اليقين حول الحرب على قطع غزة بلا سيما في ظل الخسائر الكبيرة التي يتكبدها الجيش والاقتصاد ويأتي ذلك في وقت أشرت فيه هيئة البث الإسرائيلية إلى استعداد الجيش الإسرائيلي للانتقال نحو المرحلة الثالثة من الحرب خلال الفترة المقبلة خسائر كبيرة تتكبدها إسرائيل وجيش الاحتلال بسبب عدوانها المستمر على قطاع غزة دفعت الداخل الإسرائيلية إلى التفكير في مآلات الحرب على غزة والفرضيات المناسبة لإنهائها هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصادرها أن الجيش الإسرائيلي يستعد بالفعل لانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب خلال الأسابيع المقبلة والتي تتضمن إنهاء التواغل البري في قطاع غزة وتخفيض أعداد القوات وتسريح قوات الاحتياط واللجوء إلى الغارات الجوية وإقامة منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة وزعمت هيئة البث الإسرائيلية سيطرت الجيش على معظم منطقة شمال قطاع غزة مشيرة إلى صعوبات كبيرة أمام الجيش في المضي قدما إلى جنوب القطاع وسائل أعلام إسرائيلية ذهبت إلى أبعد مما نقلته هيئة البث الإسرائيلية وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلية أصبح بالفعل في خضم الانتشار للمرحلة الثالثة على عكس ما يعلنه صناع القرار مؤكدة أن مراكز القيادة المختلفة تستعد لتغيير كبير في طبيعة العمليات في غزة بحلول الشهر المقبل وسائل الأعلام الإسرائيلية أوضحت أن المرونة في الجدول الزمني للعملية في غزة تأتي في ظل اعتبارات سياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو الذي تضررت شعبيته بشدة لافتة إلى أن الوضع على الأرض في غزة لا يتقدم بالوتيرة التي يتم ترديدها في الخطاب السياسي حالة التخبط في الداخل الإسرائيلي تتمثل في عدم الاستقرار أو الوعي الكافي بكيفية تحقيق الأهداف المعلنة من العمليات التي تتضح معالمها مع استمرار المواجهات في غزة عبر شبكة من الأنفاق والكمائن في شوارع يملأها الركام إلى جانب القلق المتزايد بشأن احتمال تقديم حكومة إسرائيل تنازلات للفصائل الفلسطينية لإعادة المزيد من المحتجزين نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية استطلاعاً أجرته مؤسسة مقتصة بالأبحاث يتعلق بدعم الأمريكيين للقضية الفلسطينية وأظهرت استطلاعات للرأي أن الأشخاص الذين تتراوح عمرهم بين 18 إلى 29 عاماً يتعاطفون مع الفلسطينيين أكثر من تعاطفهم مع الإسرائيليين وهي الفئة العمرية الوحيدة التي تقف مع فلسطين وأظهرت الاستطلاعات أيضاً أن 28% أعرب عن تعاطف أكبر مع الفلسطينيين مقابل 20% للإسرائيليين وأشرت الصحيفة إلى أن هناك تغيراً في وجهة نظر العديد من شعوب العالم تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي للمزيد من المتابع ينضم إلينا من رمالة الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني دكتور محمود تصعيد على الأرض في غزة وسائر المدن الفلسطينية وستطلعات الرأي تشير إلى تعاطف شعوب العالم كما ظهرت العين التي أجرتها واشنطن بوست مع الفلسطينيين أكثر من الإسرائيليين وممارستهم كيف ترى هذا الأمر وقوة الشعوب في اتخاذ المواقف الواجبة من الدول؟ علينا أن لا نستهين بأي شيء بما في ذلك الرأي العام الشعبي على مستوى العالم هذا عنصر مهم من عناصر الصراع في هذه المعركة المفتوحة مع الاحتلال الإسرائيلي جزء كبير من هذه المعركة يدور حول الرأي العام في بداية العدوان كان الرأي العام تقريبا الرسمي والشعبي منحازا ومتعاطفا مع إسرائيل بسبب الدعاية الكاذبة التي اخترعتها لتسويق روايتها الآن بعد أن انكشفت الحقيقة وبانت الأمور على طبيعتها وعلى حقيقتها انحازت الجمهير الشعوب على مستوى العالم بأسره انحازت إلى الحقيقة وانحازت إلى الموقف الإنساني هذا يضاف إلى نجاح الدبلوماسية الفلسطينية والعربية ونجاح الجاليات العربية والفلسطينية في كسب الرأي العام الشعبي الرأي العام الشعبي رأي مؤثف بكل تأكيد له أثره على مراكز صنع القرار لكن ربما يأتي هذا التأثير بطيئا نوعا ما لكنه في النهاية يمكن أن يحقق إلى جانب النشاط الرسمي والحراك الرسمي الذي تقوم به المجموعة العربية والإسلامية والفلسطينية مع الدبلوماسية الفلسطينية يمكن أن يحقق شيئا ربما كما قلت يكون بطيئا لكنه في النهاية سير إلى أي مدى يمكن لسلطة الفلسطينية أن تبني على هذه الأراءة الشعبية أعلم تماما أن هناك خطوط متوازية للسياسة والدبلوماسية تسير بشكل ربما يختلف يتقارب في بعض الأحيان ويبعد في أخرى لكن هل من الممكن استغلال هذه المواقف للشعوب التي ترفض الممارسات الإسرائيلية؟ لدينا في التاريخ نماذج تؤكد أن الشعوب بإمكانها أن تحدث التغيير والرأي العام الشعبي يمكن أن يحدث التغيير لو أخذنا مثلا نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا هذا النظام كان مدعوما من الحكومات الغربية ومن الإدارة الأمريكية وعلى مدى عقود لم يسمع أحد لصوت الوطنيين الأفارقة الذين كانوا يعانون من الفصل العنصري لكن عندما نجح هؤلاء الأفارقة الوطنيون في الوصول إلى الرأي العام الشعبي في أوروبا وفي أمريكا وفي أمريكا بالذات واستطاعوا إقناع الرأي العام وتغيير الرأي العام ليتحول لصالح العدل والمنطق والإنصاف والإنسانية هذا الرأي العام شكل ضغطا على مراكز صنع القرار على صانع القرار الأمريكي وعلى صانع القرار الأوروبي والغربي أدى هذا في النهاية المطار إلى سقوط نظام الفصل العنصر نعم الموضوع أخذ وقتا ليس قليلا للوصول إلى هذه الغاية ولكنه في النهاية حقق المراد نحن نسير على نفس النهج نراكم الإنجازات نراكم الحضور في الرأي العام العالمي ونراكم أيضا التأثير على مراكز صنع القرار في النهاية هذه المراكمة ستؤتي نتائج لكن تحتاج إلى مثابرة أكثر إلى حضور أكبر إلى تكفيث للجهد وإلى تضافر جهود ليس فقط على المستوى الفلسطيني وإنما أيضا على المستوى العربي والإسلامي نعم هناك اعتماد قرار لمتابعة أممية لدخول المساعدات إلى قطاع غزة لكن ماذا أنتم ما يفعلون كسلطة فلسطينية في حقن دماء الفلسطينيين في استمرار مسار المفاوضات في تقليل حدة الصراع على الأرض نحن نتحرك في إطار المجموعة العربية لا نتحرك وحدا والتأثير المنشود يجب أن يكون من الإدارة الأمريكية وبالتالي معظم الجهد أو أغلب الجهد الذي يجب أن يبذل يجب أن يوجه إلى الإدارة الأمريكية وأن نخاطب الإدارة الأمريكية لأنها صاحبة التأثير الأكبر على إسرائيل بل ربما لا أبالغ إذا قلت أنها صاحبة القرار في استمرار العدوان أو دعو وقف العدوان وبالتالي المطلوب الآن مخاطبة الإدارة الأمريكية في إطار المجموعة العربية والإسلامية ليس باللغة المعتاد لغة قانون الدولي وقانون لغة السياسة والديبلوماسية والقيم والأخلاق وحقوق الإنسان وما إلى ذلك الإدارة الأمريكية لا تفهم هذه اللغة تفهم لغتين فقط إما لغة القوة وهذه يعني لا أظن من الوارد الحديث فيها أو لغة المصالح وهذه لغة ممكنة لأنها أصلا لغة سلمية ليست لغة عدائية ولست لغة حربية هي لغة سلمية مدنية سياسية قانونية يمكن للدول العربية والإسلامية للمجموعة العربية والإسلامية أن تتحدث بهذه اللغة وكثير من المصالح الأمريكية موجودة لدى المجموعة العربية والإسلامية لماذا لا نتحدث معها بهذه اللغة وهي لغة مؤثرة وقد سبق أن جربناها وجربها العرب إبان حرب أكتوبر عام 73 وآثت ثمارا وحققت نتائج هل بإمكاننا أن نفعل ذلك؟ نعم بإمكاننا أن نفعل ذلك إذا أردنا إذا لأساس امتلاك الإرادة نعم التعاون الذي تتحدث به والمجموعة العربية التي ذكرتها أيضا الجهود المصرية السابتة للقضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني وقضيته كيف يكون شكل التعاون فيما هو قادم بين السلطة الفلسطينية لإتمام عمليات التفاوض وإيجاد حل الدولتين ومصلحة الشعب الفلسطيني؟ بدون الوصول إلى هذه النقطة بدون فتح الأفق السياسي على أساس الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال وتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة كباقي شعوب الدنيا لا يمكن أن يكون هناك سلام لا يمكن أن يكون هناك تعايش لا يمكن أن يكون هناك استقرار أو أمن في المنطقة نحن كفلسطينيين كدولة فلسطين كمنظمة التحليل الفلسطينية نتعاون مع أشقائنا العرب مع المجموعة العربية في إطار مبادرة السلام العربية نحن قدمنا مبادرة المجموعة العربية والإسلامية قدمت مبادرة مبادرة السلام العربية اعتمدت وأصبحت جزءا من الشرعية الدولية عبر قرار مجلس الأمن 15-15 مطلوب ليس الدخول في تفاوض تفاوض إحنا إنا 30 سنة نتفاوض من أمن يبقى شيء نتفاوض عليه الآن نحن نتحدث عن تطبيق تطبيق ما أقرته الشرعية الدولية تطبيق ما أقره المجتمع الدولي تطبيق القانون الدولي بمعنى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية والاعترار بالدولة الفلسطينية ومنح العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وانسحاب إسرائيل من أرض الدولة الفلسطينية التي هي جزء من الوطن الفلسطيني وليست كل الوطن الفلسطيني هي جزء من الوطن ومنظمة التحرير قبلت بقيام الدولة على هذا الجزء المطلوب الآن أن المجتمع الدولي يستجيب لمبادرة السلام العربية يستجيب للقانون الدولي ويطبق قرارات شرعية دولية ويلزم إسرائيل رغما عنها بتطبيق واحترام شرعية دولية نعم أشكرك جزيلة شكر الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني كنت معي عبر الهتف موسيقى 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 رحبت مصر بنشاء آلية أممية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة للتعامل مع الأوضاع الإنسانية المأساوية في القطاع وتعيين منصق أممي رفيع المستوى لتسهيل الدخول وتنسيق ومراقبة والتحقق من المساعدات داخل القطاع واعتبرت مصر اعتماد قرار مجلس الأمن خطوة هامة وإيجابية على مسار التخفيف من حدة المعاناة الإنسانية التي تطال المدنيين الفلسطينيين ومنظومة الخدمات الأساسية في القطاع معتبرة أنها خطوة غير كافية لكون القرار لم يتضمن المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار باعتباره الضمانة لتوفير البيئة المواتية لتنفيذ مجمل بنود القرار والسبيل الوحيد لوقف نزيف الدماء في غزة كما جددت مصر التأكيد على استمرارها في العمل الوثيق مع الأطراف الدولية الدعمة للسلام من أجل التواصل إلى وقف كامل لإطلاق النار يحفظ على أرواح المدنيين الفلسطينيين أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن بشأن تعزيز المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة جاء متأخرا وأنه مازال بعيدا عن المطلوب تحقيقه وهو وقف إطلاق النار كامل في القطاع وأوضح أبو الغيط أن القرار يعد محاولة لمنع حدوث مجاعة في القطاع وإنقاذ البشر وبخاصة النساء والأطفال من وضع كارثي إلى أنه ليس بالكافي لوقف آلية لاعتداء الإسرائيلية خاصة أنه لا يتضمن وقفا لإطلاق النار وأضف أبو الغيط أن القرار جاء بعد مماطلة وتسويف نزولا على رغبة إسرائيل مشددا على أن المطلوب ليس فقط إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع وإنما بالأساس حماية المدنيين من القصف المستمر وتحقيق وقف مستدام لإطلاق النار والبدء مباشرة في عملية إغاثية كبرى تشمل مئات الألاف الذين صاروا يفتقدون الحد الأدنى من المقاومات الضرورية للحياة أكدت الخارجية الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي يثبت للمجتمع الدولي ولمجلس الأمن بسلوكه الإجرامية المتواصل أن استمرار الحرب بالطريقة الإسرائيلية سيؤدي إلى فشل تطبيق قراري مجلس الأمن وشددت الخارجية الفلسطينية على ضرورة استمرار وتكثيف الجهد الدولي لاتخاذ قرار في مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا وإنهاء حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة كما أدنت الخارجية الفلسطينية التصعيد الحاصلة في قطاع غزة والإبادة الجماعية للمدنيين الفلسطينيين أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش أن مقتل 136 من موظفي الأمم المتحدة في غزة خلال الأيام الخمسة والسبعين الماضية هو أمر غير مسبوق في تاريخ المنظمة على امتداد تاريخها في الأثناء أعرب جوتيريش عن تأييده لأي وقف للعمليات العسكرية في قطاع غزة وتعزيز وصول المساعدات الإنسانية للقطاع معربا عن أمله في أن تؤدي اتصالاته مع مصر وقطر ضمن جهد التفاوض والوساطة إلى فرص جديدة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية نحن نؤيد أي توقف للعمليات يمكن أن يؤدي إلى تحسين المساعدات الإنسانية وتبادل الأسرى ونعلم أن المفاوضات جارية لقد كنت على اتصال ناشط مع مصر وقطر وغيرهما وآمل أن تؤدي هذه المفاوضات إلى فرص جديدة لإطلاق سراح الرهائم نشرة التاسعة تتواصل معكم ونتابع فيها المزيد من الأخبار تضر سفينة تجارية تابعة لإسرائيل بعد تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة قبلة الهند أهلا بكم من جديد أكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت اليوم تقريرا عن حدث في محيط مضيق باب المندب على بعد 45 ميلا بحريا جنوب غربي صليف باليمن دون أن تدلي بمزيد من التفاصيل في الأثناء تعرضت سفينة تجارية لهجوم بطائرة مسيرة في المحيط الهندي ألحق بها أضرارا لكنه لم يسبب سقوط ضحايا وأكدت وكلة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن الهجوم أدى إلى اندلاع حريق على متن السفينة وتم إخماده من جهتها أشارت شركة أمبري للأمن البحري إلى أن السفينة ترفع علم ليبريا لكنها مرتبطة بإسرائيل وضيفة أنها كانت متوجهة إلى الهند وأن الهجوم وقع على مسافة 200 ميل بحري جنوب غربي سواحل الهند هذا ولم تعلن أي وجهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم وتأتي الضربة بعد سلسلة هجمات شنتها قوات الحوثي اليمنية على سفن تجارية في البحر الأحمر على خلفية التصعيد الإسرائيلي في قطع غزة أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقي إزاء انتشار العنف في السودان بعد يوم من إعلان أن الحرب هناك تسببت في نزوح سبعة ملايين شخص وندد مجلس الأمن في بيانا مشترك بالهجمات ضد المدنيين وتمديد العنف إلى مناطق تستضيف أعداد كبيرة من النزحين واللاجئين وطالبي اللجوء أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي ومسؤولون عسكريون أن القوات الأوكرانية أسقطت ثلاث طائرات قازفة روسية من تراز سوء 34 على الجبهة الجنوبية وشهد زيلانسكي في كلمة له بوحدة منطقة أودسا المضادة للطائرات لإسقاطها الطائرات الروسية في منطقة خرسون على حد قوله وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون السياسة الدفاعية الأمريكية بمستوى إنفاق قياسي يبلغ 886 مليار دولار ويشمل قانون السياسة الدفاعية الأمريكية الإنفاق والسياسات العسكرية كالمساعدات إلى أوكرانيا ومواجهة الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بزيادة تقدر بـ 3% وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون السياسة الدفاعية الأمريكية ليصبح بذلك قانونا بمستوى إنفاق قياسي يبلغ 886 مليار دولار سنويا للإنفاق والسياسات العسكرية مثل المساعدات إلى أوكرانيا ومواجهة الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي وأقر الكونغرس تشريع قانون تفويد الدفاع الوطني الأسبوع الماضي ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على التشريع بأغلبية قوية من الحزبين بأغلبية 87 صوطا وأقر الكونغرس تشريع قانون تفويد الدفاع الوطني الأسبوع الماضي ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ووافق على تشريع بأغلبية قوية من الحزبين بأغلبية 87 صوطا مقابل 13 صوطا بينما صوت مجلس النواب لمصلحته بأغلبية 310 أصوات مقابل 118 وينظم مشروع القانون وهو أحد تشريعات الرئيسية القليلة التي يمررها الكونغرس كل عام ينظم جميع المسائل العالقة بدءا من زيادة الأجور للجنود العاملين في الخدمة وشراء السفن والطائرات وصولا إلى سياسات مثل دعم الشركاء الأجانب ويدعو القانون إلى زيادة رواتب الجنود بنسبة 5.2% كما أنه يدرج بعض شركات البطاريات الصينية التي يقول إنها غير مؤهلة لمشتريات وزارة الدفع ويوسع القانون إجراءا واحدا لمساعدة أوكرانيا وهو مبادرة المساعدة الأمنية حتى نهاية عام 2026 إذ يوافقوا على تخصيص مبلغ 300 مليون دولار للبرنامج في السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024 والسنة التالية ومع ذلك فإن هذا الرقم قليل مقارنة بمبلغ 61 مليار دولار الذي طلب بايدن من الكونغرس الموافقة عليه لمساعدة كييف في مكافحة العملية العسكرية الروسية الخاصة والتي بدأت في فبراير عام 2022 في حين يرفض جمهوريون الموافقة على المساعدة لأوكرانيا دون موافقة الديمقراطيين على تجديد كبير لقانون الهجرة ذكرت تايوان أنها رصدت نشاطا لطائرات وسفن حربية صينية بالقرب من الجزيرة وأعلنت تايوان أنها رصدت عشر طائرات عبرت الخط الفاصل لمضيق تايوان أو المناطق القريبة منه ونفذت بالتعاون مع سفن حربية صينية دوريات للاستعداد القتالية المشترك يأتي ذلك استمرارا لأنشطة بكين العسكرية قبل سلسة أسابيع من الانتخابات التايوانية حيث تنظم حاليا حملات استعدادا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستجرى في تايوان في السلس عشر من يناير المقبل وتمثل فيها العلاقات مع الصين نقطة خلاف رئيسية قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل أوبرادور أن حكومته ستعزز إجراءات الحد من الهجرة في مسعى لمساعدة الولايات المتحدة على التعاون مع الأعداد القياسية من الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى الحدود الأمريكية وخلال مؤتمر صحفي أشار الرئيس المكسيكي إلى موصلة العمل المشترك مع واشنطن لتعزيز الخطط المتعلقة بضبط الحدود وتعزيز عملية سير التجارة عبر الحدود كشفت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في الكنغو الديمقراطية عن تقدم الرئيس المتهية ولايته في الأكسيت شسكيدي في تصويت الكنغوليين المقتربين في الدول الخمس الأجنبية التي نظمت بها الانتخابات الرئاسية وإتي ذلك فيما ينتظر لانتهاء من عملية فرز الأصوات في الداخل وإعلان نتائج التصويت بعد تمديد غير مقرر للانتخابات العامة في الكنغو لم ينتظر مرشح المعارضة إعلان النتائج حتى أكدوا احتجاجهم عليها والدعوة إلى إعادتها مشددين على أن التصويت الذي جرى تمديده كان فوضويا ويفتقر إلى المصداقية رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات رفض من جانبه انتقادات المعارضة والمراقبين المستقلين في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة كينشاسا مشددا على أن قرار التمديد ليوم واحد جاء بعد حدوث مشاكل لوجستية وفنية أدت إلى اصطفاف طوابير طويلة ولم يتمكن الكثيرون من الناخبين البالغ عددهم أربعة وأربعين مليون شخص من الإدلاء بأصواتهم تمديد التصويت دفع مرشحين رئاسيين من المعارضة إلى الدعوة لإجراء انتخابات جديدة معتبرين أن التمديد غير دستوري بينما حددت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات يوم الحادي والثلاثين من ديسمبر موعدا نهائيا لإصدار النتائج النهائية للانتخابات انطلقت فعليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم في النسخة السلاسين حيث عقدت لأول مرة بدار القرآن الكريم بمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور عدد كبير من الشخصيات الدينية البارزة في مصر والعالم العربي والإسلامي بمشاركة نحو أربعين وستين دولة عربية وإفريقية وإسلامية من جاته وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته التي ألقاها نيابة عنه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة في افتتاح المسابقة وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعيته للمسابقة العالمية للقرآن الكريم موضحا أن هذه المسابقة لم تعني فقط بحفظ القرآن الكريم إنما تعني بحفظه وتفسيره وفهم معانيه ومقاصده العامة بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله ذي الجلال والإكرام الذي أكرمنا وأكرم مصرنا الحبيبة بالقرآن وبتلاوة القرآن وأن يقام على أرضها هذا العرس الكرآني السنوي الذي تقيمه وزارة الأوقاف تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله ورعاه الذي دائما يكرم أهل القرآن ويزيد من عطائه وهداياه ومكافأته لحفظة القرآن الكريم ولأول مرة نجد أن هذه المسابقة قد أخذت دعما غير مسبوك من المكافأات القرآنية التي تصل فيها الجائزة الأولى إلى مليون جنيه وهذا أمر لم يكن موجود في كل المسابقات السابقة المقصد من إقامة هذه المسابقات هو أن يشع نور القرآن من مصر على أرجاء الدنيا كلها أولا المسابقة هذه المسابقة إلكترونية لا دخل للمحكمين فيها من ناحية إعداد الأسئلة إنما الأسئلة تكون معدة مسبقا ويختار المتسابق رقما الكمبيوتر ينزل الأسئلة مباشرة فهي من ناحية الشفافية في اختيار الأسئلة فيها شفافية واضحة والجميع يعرف ذلك من المتسابقين وغيرهم ثم المتسابق عندما يبدأ بقراءة القرآن الكريم نحن نسمع هذه التلاوات ثم يكون عندنا أي خلل نخصم عليه درجات إذا لم يكن هناك أي خلل يأخذ علامة كاملة ما شاء الله المسابقة جميلة جدا وأنا أشكر وزارة الأوقاف وأشكر الشعب المصري العظيم على حفاوة الاستقبال التي وجدناها من أول وصولنا إلى مطار القاهرة والحمد لله التجهيزات جميلة جدا والحضور من دول مختلفة ورأينا زملاء ومشاركين من دول متنوعة جزاهم الله خيرا مسابقة ما شاء الله لجنة من جهة التنظيم ومن جهة التفحيص ومن جهة المراقبة الجميلة ما شاء الله وكان استقبال رائع يليقوا بيهد القرآن والله ما شاء الله وجدنا استقبال طيب وجهود طيبة وتنظيم جيد واعتناء وترحيب الحمد لله جزاهم الله خير ويسأل الله أن يزيدكم من فضله في خدمة القرآن وإن شاء الله نشارك في مسابقات قادمة نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تدوله في بعض مواقع إلكترونية وصفحات التوصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصدار قرار بتغيير نظام امتحانات الثانوية العامة خلال العام الدراسي الحالي 2023-2024 وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أنه سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي بنفس نظام العام الماضي بذات المواصفات للورقة الامتحانية دون أي تغيير وذلك وفق نظام الكتاب المفتوح الأوبين بوك حيث يحصل الطلاب على كتاب مفاهيم يتضمن القواعد والقوانين التي يحتاجها الطالب أثناء الامتحان مع تطبيق نظام البابلشيت موضحة أن الطالب سيتسلم كراسة أسئلة وكراسة البابلشيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية نظمت جمعية رسالة للأعمال الخيرية أحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية فاعلية توزيع صناديق مواد غذائية وبطاطين على 500 من الأسر من أسر الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بمحافظة الإسماعيلية وذلك بمشاركة عدد كبير من متطوع التحالف ضمن مبادرة شتاء دافئ يأتي ذلك تنفيذ لتوجهة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وفقا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الأثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية من خطة التحالف الوطني للجمعات الأهلية منكمل النهاردة عمل قافل المساعدات للأسر الأولى بالرعاية ضمن رؤية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير الرعاية الاجتماعية للأسر المستحقة النهاردة جايين بنوزع 500 صندوق مواد غزائية مع 500 بطنية في مبادرة شتاء دافئ والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال أخبار الاقتصاد مع فاطيمة خالي شكرا نهيب أحسين وشكرا نادينا فكري وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة نظمة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية نظمة برنامجا تدريبيا للكوادر الإدرية بوكلات وهيئات الاستثمار في 18 دولة أفريقية البرنامج التدريبي استمر لمدة 5 أيام تحت عنوان الترويج للمشروعات الاستثمارية تضمن تعريف الكوادر الأفريقية بأليات الترويج وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وإنشاء وتشغيل خرائط الفرص الاستثمارية وزيادة كفاءة مراكز خدمات المستثمرين حققت مؤشرات البرصة المصرية وقطعتها المختلفة مكاسب قياسية تجاوزت 700 مليار جنيه خلال عام 2023 جاء ذلك بحسب إحصاءات عدتها وكالة أنباء الشرق الأوسط مستعرضة المكاسب التي حققتها المؤشرات ودوافعها بينما يطول عام صفحاته تلملم البرصة المصرية أوراقها مسجلة أرقاما ومكاسب تاريخية لم تشهدها منذ انطلاقها قبل أكثر من 140 عاما أرقام قادتها كافة المؤشرات والقطاعات لتكتب فصلا جديدا في سلسلة نجاحات باتت تحصد ثمارها يوما تلو الآخر فبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط تجاوزت مكاسب مؤشرات البرصة المصرية نظيراتها العالمية والناشئة قبل أسبوع من الإغلاق العام وفي هذا الإطار أظهرت الإحصاءات التي أعدتها الوكالة أن مكاسب البرصة هذا العام فاقت أي سنة من سنواتها السابقة منذ تتشينها حتى في أوجز دهار الاقتصاد لتتجاوز مكاسبها 700 مليار جنيه وهو رقم يعادل أكثر من ثلثي القيمة السوقية لكافة الشركات المدرجة في البرصة في قمتها كما بيانت الإحصاءات أن رأس المال السوقي لإجمالي الشركات المقيدة بالبرصة قفز من مستوى 961 مليار جنيه في نهاية 2022 إلى تريليون و666 مليار جنيه قبل نهاية 2023 وهو أعلى مستوى له في تاريخه وبزيادة نسبتها 73% عن العام السابق حصاد المكاسب هذا العام جاء بالجملة ليشمل المؤشرات الرئيسية والثانوية على حد سواء وبحسب خبراء ومحللين بسوق المال فقد جاءت تلك المكاسب رغم التحديات والصعوبات الكثيرة على الصعيدين المحلي والإقليمي والعالمي مدفوعة بالتغييرات التي شهدتها إدارة منظومة سوق المال والتي شملت كل من هيئة الرقابة المالية ومؤسسة البرصة المصرية من عكس إجاباً على مؤشرات البرصة وتعاملاتها وشهية المستثمرين فضلاً عن عودة الثقة بقوة كما يرى الخبراء بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط أن خفض قيمة الجني خلال عام 2023 أكثر من مرة ساهم في إعادة تقييم أصول الشركات المدرجة بالبرصة المصرية ما جعلها أكثر جاذبية أمام المستثمرين ومع تنام الثقة في السوق تزايدت معدلات السيولة تدريجياً حتى تجاوز المتوسط اليومي للتدولات بمستوى بين 2 لأربعة مليارات جنيه هذا إلى جنب الجدية الحقيقية التي أظهرتها الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات خلال العام إذن هي بشرة خير تزفها لنا البورصة المصرية قبل أيام معدودات على نهاية العام بشرة ربما تكون الأولى لكنها لن تكون الأخيرة في حصاد سلسلة الجهد المخلص والإرادة الجادة في دولة وقودها العمل وعنوانها النجاح ترجمة نانسي قنقر في أسواق البترول العالمية ترجعت أسعار النفط في آخر تدولات الأسبوع لكنها سجلت ارتفاعاً أسبوعياً للأسبوع الثاني على التوالي في وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن هجمات قوة الحوثي في البحر الأحمر انخفضت العقود الآجل لخام برينت بنسبة 4 من 10% إلى 79 دولار و 7 سنتات للبرميل في حين نزل الخام الأمريكي غرب تكسيس الوسيط 5 من 10% ليستقر عند 73 دولار و 56 سنتات كما هبطت أسعار المزوط العالمية بنسبة 51 من 100% لتصل إلى دولارين و 62 سنتات للتر في المقابل ارتفعت أسعار الرغيز الطبيعي بنسبة 41 من 100% لتسجل نحو دولارين و 61 سنتات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية سجلت السياحة انتعاشا في تونس مع استقبلها نحو 8 ملايين و 800 ألف زائر العام الحالي بزيادة قدرها 49 و 13% على أساس سنوية متجاوزة الرقم القياسي المسجل عام 2019 قبل ظهور وباء كورونا وقال مدير دراسات وتعاون الدولي بالديوان للوطني للسياحة أيمن رحماني إن إرادات السياحة بلغت نحو 6 مليارات و 700 مليون دينار أي حوالي ملياري يورو حتى العاشر من ديسمبر الجاري وذكر البنك الدولي أن هذا الانتعاش يقلص عقز الحساب الجاري جزئيا كشفت بيانات صندوق النقد الدولي أن حصة دولار الأمريكي من احتياطات البنوك المركزية العالمية انخفضت خلال الربع الثالث من العام الحالي مقابل زيادة حصة اليوني الياباني منها واستحوذ الدولار على 59.2% من احتياطات النقد الأجنبي المخصصة عالميا خلال الشهور الثلاثة المنتهية في سبتمبر الماضي مترجعا عن 49.4% في الشهور الثلاثة السابقة ورغم أن الدولار الأمريكي كان عادة العملة الاحتياطية المفضلة لغالبية البنوك المركزية على مستوى العالم بسبب استخدامه على نطاق واسع واستقراره في الأسواق العالمية إلى أنه بدأ يخسر هيمنته تدريجيا منذ بداية الألفية الحالية عندما كانت حصته تفوق السبعين بالمئة حددت أعلى هيئة للتخطيط في الصين مجموعة ثانية من مشروعات الاستثمار العام التي تتضمن برامج للسيطرة على الفيضانات والإغاثة من الكوارث وأشرت هيئة التخطيط الصينية إلى أن المشروعات تأتي في إطار خطة لإصدار السندات والاستثمارات كانت قد أعلنت عنها في أكتوبر الماضي لتعزيز الاقتصاد إذ خصصت بكين بموجب أحدث شريحة أكثر من 800 مليار يوان حتى الآن من سنداتها الحكومية الإضافية البالغة تريليون يوان في ربع الرابع في الوقت الذي تركز فيه على اتخاذ إجراءات مالية لدعم اقتصادها مشاهدين نهاية هذه الجولة الاقتصادية عودة مرة أخرى لهبا ودينة لاستمرار ما تبقى من التساعة شكرا لك فاطمة خليل رفعت منظمة الصحة العالمية تصنيف متحور كورونا الجديد جي أن وان إلى مصير للاهتمام وذلك بعد أن صنفته في وقت سابق لأنه جزء فرعي من السلالة الأم ونشدت منظمة الصحة العالمية المواطنين باتخاذ جميع تدابير لازمة للوقاية من العدوى والأمراض الخطيرة باستخدام الأدوات المتاحة على رأسها الكمامة بعد تصنيف الفيروس بأنه شديد العدوى وينتشر بسرعة فائقة وتم اكتشاف متحور كورونا الجديد جي أن وان لأول مرة في سبتمبر 2023 في الولايات المتحدة وتم اكتشافه في أحدى عشرة دولة أخرى والآن ما أخبر رياضة بمنافستها نعود مرة أخرى فيها إلى فاطيمة خليل إليك فاطيمة شكرا دينا شكرا هبة وأهلا بكم مشاهدينا مجددا وهذه الوقفة الرياضية حدد المدير الفني للمتخب الوطني روي فيتوريا التاسع من يناير المقبل موعدا لسفر بعثة المتخب إلى كوتوفار على متن طائرة خاصة للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا يتطالب فيتوريا من أجل منح اللاعبين أكبر قدر من الراحة قبل بداية معسكر الإعداد لخوض كأس الأمم الأفريقية التي تصدفها كوتوفار في الفترة بين 13 من يناير إلى 11 من فبراير المقبلين غدرت بعثة فريق الأهل مدينة جدى السعودية متجهة إلى الأمارات لمشاركة في كأس السوفر المصرية كان الأهل قد أنهى مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية جدى بالتتويج بالميدالة البرونزية بعدما فاز على نظره أراوى الياباني بربعية مقابل هدفين ومن المقارر أن يلتقي الأهل مع سيراميكا كيلو فترة يوم الاثنين المقبل على أن يلتقي الفائز من تلك المواجهة مع الفائز من اللقاء الثاني بين بيرميتز ومودرن فوتر في المباراة النهائية في الدور الإنجليزي ألحق ويستهام بضيفه منشستر ينايتد الهزيمة الثامنة له في الدور الممتاز هذا الموسم بعدما تغلب عليه بهدفين دون رد في الجولة الثامنة عشرة الانتصار منح ويستهام فرصة تجاوز الينايتد بالقبض لمركز السادس برصيد 30 نقطة فيما ترجع منشستر للمركز الثامن بتوقفه عند 28 نقطة وفي مباراة أخرى فاز توتنهام على إيفرتون بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت العمل عبهوتسفير بتلك النتيجة رفع توتنهام رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع بترتيب الدور الإنجليزي الممتاز بينما احتل إيفرتون المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة في الدوري الإيطالي واصل يوفنتيس مطاردة انتر ميلن على السادرة بعدما تغلب على مضيفه فروسي نوني 2-1 خلال مباراة جمعتهما في الجولة السابعة عشر من المسابقة رفع يوفنتيس رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف انتر ميلن بينما توقف رصيد فروسي نوني عند 19 نقطة في المركز الرابع عشر مشاهدين انهات هذه الجولة الرياضية عودة مرة أخرى لدينا وهيبة الاستكمال ما تبقى من التساعة أشكرك فاطمة تحتفل محافظة بورسعيد اليوم بالذكرى 67 لعيدها القومية والتي تتزمن مع جلاء ورحيل أخر جندي عن المدينة الباسلة بعدما ألحقت بالعدوان السلاسي أشد الخسائر البشرية والمدية وتحتفل المحافظة بالعيد القومية لها في 23 ديسمبر من كل عام والذي يأتي مع ذكرى تصدي أهالي بورسعيد البواسل ورجال المقاومة الشعبية بالتنصيق مع القوات المسلحة للعدوان السلاسية اشتركوا في القناة والآن وقفة أخيرة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية فاطمة خليل تطلعنا عن أحوال الطقس المختلفة شكرا هيبة شكرا دينا وأهلا بكم مشاهدين وهذه الوقفة الأخيرة عن الطقس اشتركوا في القناة ليلا على أغلب الأنحاء وفيما يلي بيار مدرجات الحرارة متوقع غدا على معظم محافظات ومدن الجمهورية والبداية دائما من القاهرة العظمة 22 الصغرى 14 21 وجوها أيضا معتدل والآن نسترد معكم درجات الحرارة متوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية ترجمة نانسي قنقر 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 نهاية النشرة ولم يتبقى لنا سوى التذكير بأبرز ما جاء فيها من أخبار الرئيس سيسي يتبع جهود تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للهايدروجين الأقدر ويؤكد أن التحول للطاقة المستدامة يعكس اهتمام مصر بالتنمية الشاملة استشاد وإصابة العشرات جراء غرات مكسفة على غزة وحماس ترجح مقتل خمسة من المحتجزين الإسرائيليين جراء العدوان جوتيريش يعلن مقتل 136 موظفا أماميا في قطاع غزة ويؤكد أنه أمر غير مسبوق في تاريخ الأمم المتحدة وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة ولكن هواء التاسعة مازال متواصلا مع يوسف الحسيني مساء الخير مساء النور زكا دينة زكا عمد لله زكا دينة كله تمام عمد لله الموقف أو المواقف اللي بياخدها أنتونيو جوتيريش مواقف مهمة وشجاعة وعادة الناس اللي في المنصب ده بتبقى مترددة حبتين قبل ما تاخد موقف شجاعة وبيبقوا خايفين من اللوبيهات الصهيونية اللي بتبقى موجودة في الدول الكبرى وما إلى ذلك إلا أنه الراجل مصمم على وجهة نظر وموقفه ما ده طبعا لأن فيه جرأة وفيه بجاحة من موقف الاحتلال الإسرائيلي لأننا أقصف أماكن خاصة بالأمم المتحدة ومعروفة أنها منظمات إغاسية وأقصفها بتهمة يعني هو كمان بيبقى فيه تهمة أن دي أماكن تقوي حركة حمس يعني لا تعليق لا تعليق للأسف الشديد لعله خير مهم أن نوصل لوقف إطلاق النار مش بس دخول المساعدات الإنسانية والنيا ساتب الأمر يا رب الأيام عمالت تجري بينا يعني مش ممكن كل التوفيق ربنا وأشكرك كهبة جدا وأشكرك جدا يا دينا واستأذنكم نبدأ فقراتنا